إنه حدث السنة إطلالة تشارلز الثالث ملكا متوجا وبجانبه عقلته كاملة على شرفة قصر باكينغام بعد مراسيم وبروتوكولات شهد العالم ضخامتها وتميزها وعهد جديد للملكية البريطانية بدى من الوهلة الأولى أن الملك تشارلز سيحافظ فيه على كل التقاليد التي تركتها الملك الراحلة إليزابيت الثانية مع انفتاح أكبر على وسائل الإعلام نحن نمر بتجربة مخيفة وسريعة لتغير كل الظروف البيئة دفعة واحدة وبسرعة تجرد الطبيعة من قدرتها على التأقلم ولأننا نعمل من أجل مستقبل خالي من الكربون يجب أن نعمل بنفس القدر من أجل أن نكون إيجابيين مع الطبيعة إلا أن في الأسرة الملكية حدث آخر إنه الأمير هاري الذي لم يعد يتولى مهاما ملكية الأمير الذي فتح جبهة مع وزارة الداخلية حول أحقيته بحماية أمنية ملكية حين يزور بريطانيا جبهة ثانية فتحها الأمير هاري مع مجموعة صحف الميرور وربح مقاضاتها بعد أن ثبتت المحكمة العليا أنه كان بالفعل ضحية قرصنة مجموعة الميرور لحياته الخاصة البريطانيون في هذه الأثناء عرفوا بداية استقرار للأسعار التي التهبت خاصة في مجالي الطاقة والمواد الغذائية بينما عمد بانكو إنجلترا إلى رفع نسبة الفائدة إلى 5% سعياً لاحتواء التضخم الحد من التضخم التزام من بين خمسة التزامات تعهدت بها حكومة ريشي سوناك الذي رفض رفع الأجور في مواجهة كلفة الحياة ودخل في رهان تحدي مع النقابات التي عمدت إلى إضرابات لم تشهد البلاد مثيلاً لها لعقود وعاشت البلاد ملامح ركود بعد أن غاب النمو لأشهر متتالية لكن فجأة انخفض التضخم إلى مستوى قياسي 3.9% متأثراً بانخفاض كلفة الوقود وتصنيع المواد الغذائية وخسر المحافظون ما يفوق الألف مقعد في الانتخابات المحلية التي جرت شهر مايو بينما بدأ خصومهم العماليون في حملة سابقة لأوانها لاسترجاع الناخبين بعد خيبات الأمل التي أبانت عنها حكومات المحافظين المتعاقبة خاصة الحكومة التي ترأسها بوريس جونسون الذي دخل في سجال مع البرلمان حول قصة عدم احترامه لإجراءات الإغلاق أيام جائحة كورونا وقد ضيق عليه الساسة والإعلاميون إلى أن انسحب نهائياً من الحياة السياسية تاركاً منصبه كنائب برلماني لكن رئيس الوزراء ريتشي سوناك وضمن سعيه للحفاظ على حضوظ المحافظين في الانتخابات القادمة فتح جبهة أخرى وذهب إلى تبني إجراءات صارمة في مواجهة الهجرة غير القانونية تلك التي ظلت تحملها القوارب إلى الشواطئ البريطانية فقد أخرج طالبي لجوء من الفنادق التي ظلت تأويهم على حساب الدولة وشرع لخيار إرسالهم إلى رواندا رغم حكم القضاء الذي لم يمرر خيار رواندا لكنه لم يرفض خيار إرسال المهاجرين غير القانونيين إلى بلد ثالث منذ أن قرت الحكومة قانون الهجرة تضائلة عداد القادمين وأيضا منذ التوصل إلى اتفاق مع ألبانيا التي كانت أكبر دولة ترسل إلينا المهاجرين صار بالإمكان ترحيلهم إلى هذا البلد وبالفعل أن خفض عدد الألبان في بريطانيا لو لم تفعل الحكومة ذلك لكانت العداد قد استمرت في تصاعد وتصاعد ولأصبح من غير الممكن ردهم سوناء كان مضطرا في المقابل إلى إعادة التوازن لحكومته فقد عدلها بعد إقالته لوزيرة الداخلية سويلا بريفرمان التي أبانت عن تشدد كبير تجاه الهجرة ومفهوم التعددية الثقافية والعرقية لن ينسى البريطانيون بسهولة سنة 2023 فهي السنة التي شهدت تتويج ملك جديد للبلاد وهذا لا يحدث كل يوم إلا أن السنة التي أظهر فيها البريطانيون محدودية صبرهم في مواجهة كلفة الحياة إلا أنها السنة التي استقرت فيها الأسعار وانخفض فيها التضخم إلى مستوى لم يتوقعه أحد أما حكومة المحافظين فتيقنت من مخاطر الفشل في الانتخابات القادمة وأن ضمانها يمر عبر حزم لابد منه في التعامل مع الهجرة بكل أشكالها لقنوات أبو ظبي كمال علواني لندن